العداءة الحقيقية في هذه المنسبة أسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لجميع الضحايا والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين والمنكوبين وأسأل الله أن تكون هذه الأيام وهذه الكوارث هي آخر الأحزان التي نراها أو التي انحلت بشعبنا وبدولتنا كما أشكر جميع الذين شاركوا من القطاع العام والقطاع الخاص والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني وكل الذين شاركوا من فرق وهيئات أشكركم أشكرهم فردا فردا أيها الشعب العزيز الأخوات الأخوة الأعزاء بالنسبة لأخواتنا وأخواني الذين يعيشون في المناطق المنكوبة ليكونوا وافقين ومتفائلين المنازل ووحدات السكانية أماكن العمل جميع المراكز لن نهمل أي أحد سنقوم بإعادة الإعمار من الصفر ونحن نعد الجميع بأننا نمتلك الطاقات والإمكانيات الكاملة ولن نترك أي مواطن دون تقديم الدعم له وإعادة حياته إلى ما كانت عليه قبل الزلزال سنكون مع بعضنا البعض دولة وشعبا من أجل توظيف جميع إمكانياتنا وطاقتنا لإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الزلزال وقد بدأنا باتخاذ الخطوات منذ أول يوم للزلزال حتى الآن خلال عام واحد نعد جميع الذين يعيشون الآن في المخيمات والبيوت مسبقة يالسون خلال عام واحد سنقوم بإعادة الإعمار والانتهاء من الوحدات السكانية وتسليمها إلى جميع المواطنين وتقييم كامل لجميع المباني إن إدارة وحدة الإسكان الجماعي توكيسا تقوم بتقديم الدعم الكامل وبينا الوحدات السكانية في هاتي وفي قرام المراش وفي عديمان وفي غازي عنتاب وفي ملاتيا وفي دياربكر وفي شانل أرفا وفي ولاية العزيز وفي ولاية أدنى وفي كيلس سنقوم ببدء بناء الوحدات السكانية في هذه الولايات من 40 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة إلى 20 ألف وحدة إلى 10 ألاف وحدة إلى 5 ألاف وحدة في كل ولاية هناك عدد محدد قمنا بتحديدها حسب الأضرار وسنقوم أيضا بإجراء دراسات وتقارير كاملة عن خطوط الزلازل ودراسة كاملة للبنية التحتية والطبقات الجيولوجية الموجودة جميع هذه الوحدات السكانية كحد عظمي ستتألف من أربعة طوابق فقط كما سنقوم أيضا ببناء أماكن ومراكز العمل كما قمنا ببنائها في الولايات التي تضررت من الزلازل والسيول في السنوات الماضية نعيدكم أيضا ببناء هذه الوحدة تريد التركيز على بعض النقاط أما السيدات السادة المواطنون الأعزاء لن نتبع أي شيء من أجل تقوية المباني الموجودة كل المباني والبنايات ستكون من الصفر وستكون في حد أقصى ثلاثة أو أربعة موابق فقط كما سنقوم أيضا بالعمل والتدعون والتعاون مع جميع الكوادر الموجودة في الجامعات كالأكاديميين والبروفيسورين وأساسات الجامعات في علوم الزلازل والجيولوجيا وسنقوم أيضا باستخدام أفضل وأمتنئ المؤدات إن كانت من الحديد أو الإسمنت أو غيرها من المواد أقرأ هذا بالإضافة إلى إجراء تقارير ودراسات كاملة للبنية التحتية